موسيقى أصدقائي المشاهدين النهاردة هنتكلم على الصفة الستة او الخاصية الستة من خصائص الصوت والاخيرة في الخصائص وهي خاصية قوة الصوت يعني ايه قوة الصوت قوة الصوت هي الخاصية التي تعكس مدى تحمل الصوت وقدرته على اداء فترة اطول ازاي يقول اطول فترة ممكنة بصوتي من غير ما يتعب هي دي صفة قوة الصوت تلاقي ان فيه قارق او منشد او مطرب يقدر يقول لساعات على المسرح او فيه محفل من غير ما يتعب وفيه واحد تاني عشر دايق ويتعب فيه واحد تاني نص ساعة ويتعب فيه واحد اخره ساعة ويتعب دي صفة قوة الصوت فلان ده صوته قوي ايه عنده القدرة انه يتحمل الاداء الصوتي لفترة طويلة وبالتالي فهو مميز وطبعا الصوت الاقوى بيكون هو الصوت الافضل قوة الصوت ممكن الاخصها في عاملين العامل الاول على المدى القصير والعامل التاني على المدى البعيد على المدى القصير اي اثناء التلاوة يعني نحكم على الشخص ان فلان ده بيقرى قد ايه في التلاوة لمدة قد ايه وصوته ثابت من غير ما يتغير بعد مدة قد ايه القارق او المؤدي صوته بيبدأ يضعف ويتغير اثناء التلاوة ده المدى القصير المدى البعيد بعد سن كام سنة بدأ القارق او المؤدي صوته يتغير في الاداء عن قبل كده يعني لحد سن قد ايه مع التقدم في العمر انما المدى القصير لمدة قد ايه اثناء الاداء طبعا بيتوقف على خصائص الصوت عوامل كتير قوي هنتناقش فيها فيما بعد احنا النهاردة موضوعنا تناول خاصية وشرحها طريقة التعامل مع الصوت والمحافظ عليه ده كله هنلاقيه في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله تابعونا ودعمونا بلايك سبسكرايب وضغط على علامة الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الفترة اللي جاية حافلة بالفيديوهات المهمة جدا للصوت والمهمة جدا للعناية بالصوت والمهمة جدا لتطوير الصوت فلازم تدعمونا بمشاهدة بانك تبعثها لصديق بانك تعمل لها شير عندك على اكاونت الفيسبوك ولو عندك اي سؤال او استفسار ما تترددش انك تكلمني شكرا جزيلا لحضراتكم وتحياتي الى النلطقي كان معكم احمد شافي اشتركوا في القناة